عجج أشهر الأطباء في أمريكا عن تشخيص مرض هذه الشابة وكادت أن تموت لو لا عناية الله ثم تدخل طبيب عربي أنقض حياتها باختبار رسم بسيط بدأت قصة الصحفية سوزان كهلان ذات يوم على آلام شديدة في الرأس لكنها لم تهتم وذهبت إلى وظيفتها كما جرت عادتها وفي العمل انتبتها حالة غريبة من البكاء والضحك الهيستيري فغادرت مكان عملها وهي في حالة ذعور شديد بمجرد وصولها للمنزل زادت حالتها سوءة وأخذت تضغط على أسنانها وتعض لسانها حتى فقدت نوعية وفي صباح اليوم التالي ذهبت سوزانا مع والديها إلى المستشفى أبعد عرضها على أطباء من كافة التخصصات وإجراء جامع التحاليل والأشعة تبين خلوها من أية أمراض ولكن برغم ذلك ازداد تصرفاتها غرابة وامتنعت عن الطعام والشراب كما انتبتها حالات هياج ممكن السيطرة عليها فبدأت ترى أشياء غير موجودة وتتفوه بكلمات غير مفهومة ومع تطور الأمر اكتسبت حالة سوزانا اهتماما طبيا غير عادية إذ جاذبت عددا كبيرا من الأطباء النفسيين والعصبيين لفحصها مجددا وبعد أن فشلوا جميعا في تشخيص حالتها وعصف علاج لتهديئتها أجمعوا على أنها أصيبت بالجنون والسرع ونصحوا أسرتها بإيداعها في مصحة نفسية وعصبية حتى يحينوا أجلها أبينما رفع الأطباء أيديهم عن حالة سوزانا يأسا من فهم مرضها اقترح شخص ما عرضها على طبيب العصاب السوري المقيم في نيويورك سوهيل النجار وبالفعل استدعت العائلة الطبيبة السورية إلى المصحة المحتجزة فيها ابنتهم وبمجرد أن اطلع على التحليل والفحوصات طلب من سوزانا أن ترسم ساعة رسمت الشابة الساعة ولكنها وضعت أعدادها على الجهة اليمنى فقط فتبين للطبيب أنها مصابة بالتهاب في الجزء الأيمن من الدماغ نتيجة لهجوم جسيمات مضادة على نظام المناعة بعد إقضاعها لفحوصات دقيقة تأكد دكتور سوهيل من تشخيصه وأجرى لها عملية جراحية دقيقة بالدماغ تكللت بالنجاح والمفاجأة أن سوزانا عادت بعدها بأسابيع لحالتها الطبيعية بعد أن كان ميؤوسا منها ولذلك حظي الطبيب السوري بشهرة عالمية وذا عصيته لكونه أول طبيب يقوم بتحديد آرية التفاعل بين نظام المناعة والجملة العصبية وأصبح أحد أبرز الأطباء في العالم في مغالجة التياب الدماغ أصدرت سوزانا كتابا بعنوان Brain on Fire لتوثيق إنجاز الطبيب في إنقاذ حياتها في عام 2016 تحول الكتاب إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم شاركنا تجربتك هل تعرف حالات طبية تم تشخيصها خطأا؟ الأمر الذي زاد من معاناة المريض